بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربة وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها عن عنبسة ابن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي قال حدثني الدخيل ابن إياس ابن نوح ابن مجاعة عن هلال ابن سراج ابن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بني سدوس من بني ذهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جعلا لمشرك دية جعلت لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبة فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من الابن من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهر فأخذ طائفة منها وأسلمت بني ذهل فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له أبو بكر باثنين عشر ألف صاع من صدقة اليمامة أربعة آلاف بر وأربعة آلاف شعير وأربعة آلاف تمر وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة ابن مرارة ابن مرارة ابن من بني سلمة إني أعطيته مائة من الابن من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهر عقبة من أخيه فبيذكر من خلال هذه الرواية والشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له بمائة من الابن من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهل فأخذ طائفة أسمت بعد ذلك بني ذهل كما قال فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر بعدما ولي الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقدم ذلك الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة ابن مرارة من بني سلمة إني أعطيته مائة من الابن من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهل عقبة من أخيه إبدا الشاهد من الكلام نوع أعطاه ذلك من أول خمس كما قال يخرج من مشرك بني ذهل وطبعا إبدا بينا أن خمس الغنيمة يقسم كما قال وكما بينا ربنا سبحانه وتعالى فخمس لله والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في ذلك الجزء حيث يرى المصلحة ولذلك قال والخمس مردود عليك ثم ذكر بعد ذلك الباب التالى وباب ما جاء في سهم الصفي قال باب ما جاء في سهم الصفي وبينا في الكلام عن صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال أن الصفي هو سهم بيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل تخسمها سواء يتمثل في عبد أو في جارية أو في فرس أو في سيف أو أي شيء من تلك الغنيمة قبل تخسمها وهذا السهم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد من الأئمة من بعد ليست لأحد من الأئمة من بعد ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله ترجم باب ما جاء في سام الصفي بعدما تكلم قبل ذلك تحت ترجمة الأخرى وهي باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال وانتأين من الكلام عنها في هذه المسألة بيتكلم عن صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى وأنها من سهم هذا من هذا الصفي الذي للنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية منطرفة عن عامر الشعبي أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمى وإن شاء فرصا يختاره قبل الخمس قال يختاره قبل الخمس كذلك أيضا في رواية عن ابن عون رحمه الله قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم أي سأل محمد بن سيرين رحمه الله عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد وقال والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء قال والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء قال رأس من الخمس يعني عبد أو آمى أو فرص وبالتالي بهذه رواية تبين أن الصفي كان من الخمس لكنها قال عنها المحقق أنها روايات ضعيفة الإسنان هذه روايات ضعيفة الإسنان فحنعلم أيضا من الكلام أن الصفي ده سهم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تقسيم الغنيمة قبل تقسيم الغنيمة يبقى فيه فرق أن يكون الصفي ده من الخمس وفرق أن يكون من الغنيمة يبقى من الغنيمة يعني بأكملها قبل أن تقسم قال حتى قبل أن تحجز هذه الغنيمة التي له الغازين يبقى الغنيمة بأكملها بعد تجميعها بيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السام أما أنه بيختار من الخمس يبقى معنى كده أن أربعة أخماس الغنيمة بعد تجميعها بترد على الغازين والخمس يبقى قبل أن يقسم ذلك الخمس إلى الأسهم المعلومة كما بينا من هذه الآيات يبقى بيأخذ ذلك الصفي يبقى فرق ما بين الأمرين يعني هذا فرق طبعا بين الأمرين فهذه الوقت الأول تبين أن كان يختاره قبل الخمس إبقى الصفي يأخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ثم ذكر رواية عن قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكان الصفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير قال على ذلك يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء يبقى سواء يتمثل في عبد في أمى في فرص في درع في سيف أي شيء بيأخذه من مال الغنيمة فكان الصفية أي صفية بنت حيي رضي الله عنه من ذلك السهم أيضا في رواية أخرى عن عائشته رضي الله عنه قالت كان الصفية من الصفي كان الصفية من الصفي يبقى من هذا السهم يقال عنه الصفي يبقى هذا السهم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت من هذا السهم أيضا ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحزن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد خذل زوجها وكانت عروصا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء وحلت فبنى بها قال لهم حلت فبنى بها يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحزن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد خذل زوجها وكانت عروصا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر في رواية التالية كيف كانت في سهم دحية ثم بعد ذلك اصطفاها النبي أو صارت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتؤيئها قال حمد أحسبه قال وتعتد في بيتها قال صفية ابنة حيي يبقى صفية بنت حيي هي المقصودة بالجارية الجميلة التي كانت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بسبعة أرؤس يبقى دفع كده سبعة من الجواري مقابل أن يترك دحية الكلبي رضي الله عنه صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعها إلى أم سليم رضي الله عنه تصنعها وتؤيئها قال حمد قال الراوي وأحسبه قال وتعتد في بيتها صفية ابنة حيي ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع السابي قال يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطيني جارية من السابي قال أعطيني جارية من السابي قال الذب فاخذ جارية فأخذ صفية ابنة حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت دحية قال يعقوب صفية ابنة حيي سيدة قريضة والنظيم ثم اتفق الرواه قال ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السابي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها يبقى صفية ابنة حيي رضي الله عنه أساسا وقعت في الأسر فأصبعت من السباية أصبحت من السباية وقلنا أن السباية بتقسم طبعا على الغزين حلوة كحال الأموال والمتاع قلنا لأن العبد أو الأموال بتقوم العبد أو الأموال بتقوم أساسا قلنا لها قيمة وبالتالي بتباع وتشترى يبقى العبد أو الأموال يباع وتشترى وبالتالي هذا أيضا من المتاعب السابي بتوزع على الغزين فكما بيّن هذه الروايات أن صفية رضي الله عنه صارت لدحيا الكلبي كيف كان ذلك الآن أن دحية رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعطيه كارية من السبيل فقال إذهب فخذ كارية إذهب فخذ كارية ولما أخذ صفية بن تحيي رضي الله عنه رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أعطيت دحية صفية ابنة حيي وهي سيدة كريزة والنضير ما تصلح إلا لك ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جارية من السبيل غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقى تزوجها يبقى قال لدحية الكلبي رضي الله عنه هو يدع صفية ويأخذ أي جارية أخرى وبالتالي زاد له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى وصلت إلى سبعة أروس كما قال أنس بن ماري فاشتراها منه النبي هو مش بيعه الشراء ولكن مجازا يعني زي البيع الشراء يبقى دي كان ماء كانها يعني تتفك بسبعة من الجواري فعلى ذلك لما أعطاه سبعة قال اشتراها منها كانش بيعه الشراء وقال له تركها ويخذ مكانها جارية فزاد له حتى وصلت إلى سبعة أروس ولكن الراوي كما قال قال فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ده طبعا على سبيل المجاز وأنه زي الشراء يبقى زي بيعه الشراء يبقى الله يتبادل الشيء بالشيء يبقى دفع صفية وأنه لأنها طبعا أخذها دحية قلبي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي كانه تملك صفية فقال له دع صفية وكان مقابل ذلك أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أروس وقال الراوي فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أروس ثم دفعها لمسلين فالشراء ده أساسا مجازا يعني كلمة مجازية مش المقصود بها بيع الشراء الحقيقي ولكن هي المبادلة تمت بهذه الصورة تمت بهذه الصورة لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ جارية من السبي غيرها وهي ما زالت أيضا في السبي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاقها وتزوجها أعطاقها وتزوجها يبقى قال اطلق الشراء على العوض على سبيل المجاز يبقى هذه الوحدة كانت بسبعة يبقى زي يتبيعوا الشراء لكن هو يتبيعوا الشراء حقيقي لكن استعمل هذه اللفظة يقول لفظة مجازية في هذا الأمر ولكن هذا كان عوض عن صفية ويأعتقى وتزوجها والمرأة لما اقتقع في السبي على ذلك هي لا توطأ إلا بعد أن نستبرأها بحيضة يعني المرأة في السباية لا توطأ إلا بعدما تستبرأ بحيضة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل البعض يظن كده أنها أن توطأ الحامل يبقى لو كانت الزوجة حبلة يبقى لا توطأ لا ده المقصود بالجواري مقصود بالسابي يعني يبقى المرأة لما تقع يبقى في السابي وبالتاني توزع يبقى لا يطأها من ملكها إلا بعدما أن تستبرأ بحيضة أو كانت حبلة حتى تضع ذلك الحمل حتى لا يسقي ماء غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذلك نهى أن توطأ الحبلة أو الحامل يبقى ده من السابي وكذلك يبقى نهى أن توطأ الحامل ليس حبلة حتى تستبرأ بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر في رواية قال أحسبه أنه قال وتعتد في بيتها قال تعتد على أساس أنها لما تقع في الأسر يبقى لا توطأ هذه الأمى إلا بعدما تستبرأ بحيضة قلنا يستبرأ حتى نضمن برائة الرحيم أو لو كانت حبلة حامل وفي الحالة دي لا توطأ حتى تضع ذلك الحمل حتى تضع ذلك الحمل لأن النبي صلى الله وسلم نهى أن يسقي رجل ماء غيري وزرع غيري نهى أن يسقي أو يسقي زرع غيري ثم ذكر رواية عن يزيد ابن عبد الله أنه قال كنا بالمربط فجاء رجل أشعث رأسي بيدي قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية قال أجل قلنا نولنا هذه قطعة الأديم التي في أديم فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأدن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاء وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نقول هذه سهم الصفي والمقصود به إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السهم أنه يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن توزع الغنيمة بيأخذ هذا الشيء يتمثل في جارية أو في عبد أو في فرس أو في درع أو في سيف أو غير ذلك من أشياء وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد من الأئمة من بعدي وكان الشيء من ذلك أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت من الصفية كما قالت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها كانت من الصفية كما قالت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب كيف كان إخراج اليهود من المدينة كيف خرجت اليهود من المدينة قال باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أي عن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب بن أشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويمحرد عليه كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وألوها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو ففيهم أنزل الله ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم الآية فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث راتا يقتلونه فمعث محمد ابن مسلم وذكر قصة قتله فلما قتلوه فجعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يوم أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا فأنزل الله تعالى قل الذين كفروا ستغلبون قرأوا صرف إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله أي ببدر وأخرى كفر ثم ذكر أيضا الرواية عن ابن صحاق قال حدثني مولا لزيد بن ثابن قال حدثتني بنت محيصة عن أبي محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوا فوسب محيصة قال على شبيب أي رجل من تجار يهود كانوا لابس فقتل وكان حويصة إذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضرب ويقول أي عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلقت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا فقالوا قد بلقت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماني شيئا قال فنيابعوا وإلا فاعلموا أن نمى الأرض لله ورسوله قال نمى الأرض لله ورسوله فبيذكر في هذه الرواية كيف كان إخراج اليهود من المدينة كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه وكان أحد الثلاثة الذين يبع عليهم يبع احد أولئك الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك يبا دي آخر غزو غزاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي نقول أن سورة التوبة يعني تكلمت بشأن هذه الغزوة وبالتالي فضح الله عز وجل المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكان منهم ثلاثة أولئك الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ما تخلفوا لعذر كان منهم كعب ابن مالك وإيلان نومية ومرارة ابن الربيع وولاهم الثلاثة الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في الآيات فكان أحد أولاه هو كعب ابن مالك وكعب ابن مالك ترقم قصت وقول لها في أن الصدق من جاء ورغم من الكرب الشديد ويعني الضيق الشديد الذي كان فيه كعب وصاحبي في هذه المسألة لما أتى الأمر بالمقاطعة يعني أتى الأمر بأعزديم وبمقاطعة أولا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجات أن يتركنا الأزواج قلنا كنتيجة أيضا لذلك الحكم خمسون يوما ظل في هذه المقاطعة ظل في هذه المقاطعة طبعا قصة كعب الجمالك ويتوبة كعب الجمالك رضي الله عنهم بها المنن والفوائد الكثيرة يكفي ما قال كعب الجمال أن الصدق من جاء صدق من جاء نقول دايما اللي بيكذب هو مقصده أنه يخرج من المأذق اللي بيكذب ده مقصده أنه يخرج من المأذق نقول لكن الصدق من جاء يعني ننظر دايما إلى عواقب الأمور تنظرش دايما إلى الأمر الواقع الآن لكن تنظر إلى عواقب الأمور المطلوب أنك أنت تنظر إلى دايما العواقب فالصدق من جاء قلنا على الرغم من ذلك الضيق والحرق الشديد الذي عاش فيه كعب بن مالك رضي الله عنه وأيضا هلال بن أمية وكذلك مرارة بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات التي ذكر فيها أنه تابع على هؤلاء السلسة وكان كعب بن الأشرف هذا يهودي هذا رجل يهودي كان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دايما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ويحرد عليه كفار قريش وطبعا ده من أشرف اليهود يعني كعب بن الأشرف ده من أشرف اليهود ولكن كان في إذاء مستمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة أنه كان يقوم بتحريد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وعالوها أخلاط منهم المسلمون ومنهم المشركون يعبدون الأوثان ومنهم اليهود يبقى أهل المدينة كانت يتمثلون في هذه الطائفة الثلاثة يبقى منهم المسلمون يبقى لهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في طائفة من هؤلاء العرب ما زالت على شركها وما زالت على عبادتها للأوثان ومنهم اليهود فكانوا أخلاط كان المجموع الموجود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو إحنا لما ننظر كده كيف تم تشريع الجهاد الجهاد أساسا مر بمراحل جهاد مر بمراحل حتى نذلت الآيات قتول مشركين كافة فكان هذا يذمن به طبعا جهاد الابتداء والطلب بالإضافة إلى جهاد الدفع لكن نقول أن الجهاد مر بمراحل فهذا كان التدرك في التشريع بالنسبة للجهاد مر بأربعة مراحل وكان في المرحلة الأولى فيش غير الصفح والعفو كان الصفح والعفو وأن الله تعالى أمر بالصبر كل دي كانت تربية كل دي كانت تربية فعلى ذلك قال فأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو وذكر الله عز وجل أن الصبر والتقوى هذا من عزائم الأمور يعني سعادة نقوله ده ضعف غير ذلك يبقى دائماً كده اعلم أن الخير كل الخير في استجابة الإنسان لأوام الرب سبحانه وتعالى حتى لو كان الرأي والعقل يرى رفض ذلك يعني يرى رفض ذلك حنعلم هذا الكلام أيضاً يعني كيف يعني وذكرنا قبل ذلك في قصة معاوية رضي الله عنه لما تكلمنا في الجهاد وعمر بن عنباسة رضي الله عنه لما كان بين معاوية وبين الروم عهد وبالتالي نجد أن معاوية صار في أرض الروم في ذلك العهد صار في أرض الروم في ذلك العهد وبالتالي ذكر عمر بن عنباسة أن هذا خيانة يبقى هذه خيانة لأن الله تبارك تعالى ذكر أنه في حال العهد يبقى لابد من نبذ ذلك العهد إن أرادوا قطع هذا الأمر لكنه ما مشى وصار في أرض الروم وكان بينه وبين الروم عهد فعلى ذلك كأنه أساسا يبقى قطع هذه المساوة هو في العهد وبالتالي أمره عمر بن بس أن يعود فعاد يبقى فعاد إلى موضعه مرة ثانية فقال وفاء لا غدر يعني قال إيه وفاء لا غدر يبقى ده أخلاقيات أخلاقيات قلنا رغم الله الحرب خدعة هو ده ما يمنعش حرب خدعة لكن في العهد عند ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعالى بيّن أنه لا بد من الوفاء بذلك العاد ولا خيانة فالله تعالى كما قال إن الله لا يحب الخائنين يبقى حتى لو كان العاد ده مع الكفار المسلم بيلتزم بأخلاقيات المسلم أساسا بيلتزم بأخلاقيات عن رغم أنه الله ده مكسب عشان نباغة القوم عشان نفاجئ القوم ده كله كما نرى لكن اعلم طالما أننا نقول وما النصر إلا من عند الله يبقى المطلوب أنك أنت تستمتر ذلك النصر بالطاعة والمعصية بطاعة رب سبحانه وتعالى عن رغم أنه هو سورة الطاعة سورة تنفيذ الإنسان للطاعة وكأنها حتجلب له المصائب ده سورة طبعا هنا مبتورة سورة قصيرة ولكن اعلم أن الطاعة لا تجلب الإنسان إلا كل خير يبقى في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ولذلك يعني كما بيّن أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعمل ولتسمعنا الذين أوضوا الكتاب من قبلكم الذين أشرقوا أذى كثيرة وانتصفيروا وتطلموا إن ذلك من عزم الأمون يبقى هنا الصبر والتقوى الصبر والتقوى والتقوى هو أن يلتزم الإنسان بأوامر رب سبحانه وتعالى التزم الإنسان بأوامر رب سبحانه وتعالى والصبر نقول لهذا خلق بينبغي على الإنسان أن يجتمل على هذا الخلق الصبر دايما كما قال ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إن على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليهم رجعون دايما كده الصبر ده خلق لا ينفك عنه الإنسان ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة نقرأ أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إبه ده خلق ما ينفكش عن المؤمن أساسا خلق الصبر إبه الصبر دايما هذا خلق لا ينفك عنه الإنسان يعني واصبر وما صبرك إلا بالله وبالتالي يعني بينا قبل ذلك يعني في سورة الأنفال أن الله سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتوا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا تذب ليحكم فاسبروا إن الله يحب الصابرين إن الله مع الصابرين فعلى ذلك الصبر دا نقول خلق ينبغي إن المسلم يشتمل على ذلك الخلق المسلم يشتمل على ذلك الخلق وبالتالي الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى الصبر على طاعة الله نقول أنت تحتاج إلى ذلك والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانياً ويدرعون بالحسن السيئة ولكن لهم عقبة ضارة فهذه من ضمن الأخلاقيات البتؤالي الإنسان إن يكون منها للجنة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى فالصبر وكذلك أن يلتزم الإنسان إلى الأحكام ولا يتعدها وبالتالي لما بيحدث تعارض ما بين العقل والنقل بنقلم دايماً النقل ودايماً يبقى ثقة الإنسان في نصر رب سبحانه وتعالى ثقة الإنسان في نصر الله عز وجل لعبادة المؤمنين مش ممكن أبداً هنستمطر هذا النصر بالمعصية هنستمطر هذا النصر بالطاعة طالما تيقل الإنسان وأيقن وما النصر إلا من عند الله يبقى على ذلك إنت ليس لك إلا أن تفعل الطاعة يبقى نقول يعني المسألة يعني كما بياننا في قصة معاوية رضي الله عنه ده أخذ أرض أرض من أرض الروم في حال العهد ولكن إزاي رجع مرة ثانية الرغم من أولون دي يعني نباقة القوم حرب خدعة لغير ذلك ممكن إلا فيه تأولات لا ده كلام صريح هذا كلام صريح من كلام الرب سبحانه وتعالى وبالتالي يبقى في الحالة دي مفيش خيانة يبقى نقول يعني يبقى ينبذ إليهم على سواء كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى ينبذ العهد إليهم كده يعرفهم عشان يأخذوا الاستعداد للحرب كما نأخذ الاستعداد للحرب قولوا الله طبعا عند الكفار الأولى مبغاثة أولا ده وجهت نظرنا لكن إحنا دايما بنعمل بالشارع ودايما كده لن نتقدم إلا والدليل متقدم أمام الإنسان دايما الدليل يتقدم أمام الإنسان إحنا لن نتقدم على الدليل ولذلك يخال ربنا سبحانه يا أيها الذين مرس تجيبوا لله والرسول يزدعاكم لما يحييكم هذه دعوة للحياة سواء كان في الدنيا أو الآخرة والحياة الطيبة مكمن والحياة الطيبة هو في امتثال الإنسان لأوام الرب سبحانه وتعالى فلذلك قال فأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو ففيهم أنزل الله ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآيان فلما أبى كعبد الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث راهة أن يقتلونه إذا ده مرضاش أبدا يعني يقف عن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أهده النبي صلى الله عليه وسلم فأمر سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبعث راهة يقتلونه فبعث محمد بن مسلم رضي الله عنه فلما قتلوا فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة يبقى كتب هذا الكتاب والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهود المشركون إن أنتم تنتهون عن السب والأذى فلا يتعرض لكم المسلمون ولا يقتلوكم فكتب كتاب العاد والمساق بين الفريقين ولما فتح الله تعالى خيبر سنة 6 خريبت اليهود ونعفت قوة اليهود ثم أجلهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك في خلافته من جزيرة العرب يبقى عمر أساسا أجل اليهود تماما من جزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد أولا القوم يبقى عاهد القوم إلا أن يشاء الله فعمر رضي الله عنه أجلهم تماما عن جزيرة العرب ومعلوم طبعا كيف خرجت اليهود من المدينة كيف خرجت اليهود من المدينة هذا يهود بني قينقاعة أولا وبعد ذلك يهود بني النظير وكذلك كيف تمت حرب يهود بني قريدة وكذلك أيضا تم الاستلاء على أماكن اليهود في خيبر بعد هذه الحرب التي ضارت بين المسلمين وبين يهود حتى أجلهم بعد ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في خلافته من جزيرة العرب ونرجع كلام ذي الله سبحانه وتعالى عن باق روايات المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قبل هذا أستغفو الله لي ولكم